وانا عايز اتكلم على مشوار المباريات بكرا هنلعب مع المقصة 27-7 هنلعب مع المقولين مبارا مؤجلة من الجولة الـ 21 يوم السبت اللي جاي 30-7 هنلعب مع فاركو يوم 3-8 الاتحاد السكندري في اسكندرية يوم 7-8 المصري في برج العرب يوم 10-8 اعتقد الفري ممكن يقعد في معسكر مغلق في اسكندرية يلعب 7 ويلعب 10 ولكن من يوم 10-8 لـ 20-8 انت عندك فترة فراغ الاتحاد المصري او الربطة كانت حطة قالت ان التوقيت ده هيبقى فيه مباراة دوري التمهيدي لدوري الابطال وكأس الكنفدرية دوري التمهيدي اترحل لشهر 9 فالفترة دي هتبقى فاضية من 10-8 لـ 20-8 في الفترة دي متوقع ان الاهل يلعب مباراة مؤجلة مع الاسماعيلي ويلعب مباراة في كأس مصر في الموسم الحالي دوري 16 ففي الفترة العشر تيام دي كمان كل الفرق هتلعب مباراة واحدة الا الاهل هيلعب مبارتين يعني حتى الادوار التمهيدي في بطرة افريقيا لما تترحل لشهر 9 ده ما قفتش الاهل بالبالعكس بدل ما الاهل يلعب مباراة زي كل الفرق هيلعب مبارتين طيب استر نيكام بني يوم 28 امبي 24-8 الجيش 27-8 وختام المباراة مع سيراميكا يوم 30-8 ده جدوى للمباراة للاهل بداية من الغد حتى نهاية المسلم يوم 30 أغسطس ولسه بقى مباراة الكأس سيبقى متبقق فيها ان شاء الله لما نكسب دور 16 دور 8 الدور قبل المباراة النهائية 3 مباراة اكيد هيتلعبوا في شهر 9 قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر اكتوبر اللي جاي وبالتالي مشوار المباراة وضغط المباراة كله في صالح المنافسين مش في صالحك لكن تقدر بالانتصارات والارقام اللي اتحققها في الفترة اللي جاية انك تصدر اكبر ضغط على المنافس اللي مش قادر يحقق ارقام قياسية في ظل المعاناة اللي انت بتواجهها من اصابات عديدة في الفترة الاخيرة يعني امبارح مثلا بشوف اللي بيكتب في المواقع والسوشيال ميديا اتعاملت امبارح قائمة اصابات الاهلي انت بتتكلم على فريب الكامل 11 لاعب مصاب طاهر تمزق في الخلفية حسيني الشحات قطع كامل في غدروف الركبة بير ستاو تمزق في العضل الامامية ولسه مش عارفين هلا يبقى موجود بكرة ولا لأ عمار حمدي وأقرم توفيق كنا عارفين كان فيه روباط صليبي لكن أقرم رجع للتدريبات دلوقتي ولسه قدامه حوالي شهر على المشاركة في المباريات وعمار لسه قدامه وقت على العودة من الإصابة الروباط الصليبي محمد شريف عمر السلية الموسم انتهى ده تمزق في الضمة والتاني شد في الخلفية كوكا كان عنده تمزق في الخلفية محمد محمود لعب الشرطان في ماتش الزمالك طلع عنده شد في العضلة الخلفية محمد عبد الملعب شعر بشد عضلي صلاح محصن زياد طارق برضو شد عضلي ممكن يكونوا موضوعين في المبارة بكرة ولا لأ لسه هنشوف النهارده من خلال متابعتنا للتدريب كل الإصابات دي بسبب ايه؟ بسبب ان ما فيش فرقة في مصر بتلعب ناهيات في البطولات الافريقية ولا بتمثل مصر زي النادي الاهلي بنشوف ده ليه؟ انه بنشوف ان القوام الأساسي لمنتخب مصر حتى خارج الأجندة الدولية من لاعبي النادي الاهلي هي كاس فيفا للعرب اللي تلعب في الضوحة معظم القوام الأساسي كان منين ما كان من لعابة الاهلي لما راحوا كاس أمم إفريقيا معظم القوام الأساسي منين كان من لعابة الاهلي شوفوا نتائج الاهلي قبل كاس العرب اللي تلعبت في الضوحة ولنظمها الفيفا في أول اتنشر كتعاملة ازاي؟ بختام مباراة الإسماعيلي والنتائج اللي اتحققت ثم نتائج الاهلي بعد كاس العالم للأندية لان انت لعبت سبع مباراة في الدوري لعبتك راح تلعب كاس العرب لعب كاس أمم إفريقيا رجعت على كاس عالم أندية النتائج كانت مميزة والأداء كان مميز من لعابة الاهلي وظهروا في كاس العامل أندية وعمل مباراة كبيرة وكسبوا الهلال السعودي بأربعة عداف مقابل لا شيء بعد كده الأداء اللي حصل فيه بعد كده النتائج اللي حصلت فيها لعب الاهلي دور أبطال إفريقيا وخسر بعد المباراة في دوري المجموعات وتأهل في المركز التاني ووصل وكسب في دوري التمانية وفي قبل النهاء ووصل لمباراة النهائية رغم كل الصعوبات دي بس بقدر يوصل لتلاتين خمسة لا خرج من دوري المجموعات وعنده لعيبة مميزة ولا فقط نقاط وكان بيترنح في الدوري العام ولا كل ده حصل بل بالعكس فضل بيكمل لغاية الرمك الأخير في تلاتين خمسة لكن بعد تلاتين خمسة إيه اللي حصل انت وصلت خلاص بقى الأعلى مستوى بعد تلاتين خمسة اتدى الكيرفي ينزل وده نتيجة طبيعية بس لما الكيرفي ينزل لازم الناس تدرس ده محدش هيدرس لك ده ومحدش هيشرح لك ده لأن محدش هدفه ليك النوع يثبت لك اللي انت عملت نتائج كويسة لأ الناس كلها عايزة توصل لك إحساس اللي انت عندك لعيبة مش على المستوى عندك أداء مش على المستوى في لعيبة مستوى هبط ما هو لازم المستوى يهبط لكن في الوقت التوقيت ده أو التوقيت ده لابن المستوى يهبط لازم الناس تقف في ظهر الفرقة ولازم الناس تشد شوية كمان في نفس الوقت على اللعيبة جوة الجهاز الفن عشان المستوى يرجع زي تاني زي ما كانت قبل كده ومع الإصابات اللي جات لك ابتدت الأمور دلوقتي وانت بتحضر تشكيل وطريقة لعب فكل الظروف دي كلها بقت معاكسة ليك العشر ماتشاط اللي باقية في الدوري تلعبت 24 أسبوع بقى لك عشر مباراة مش هتكلم في 30 نقطة لكن كل مباراة أكدناها مباراة كوس والله العظيم بإذن الله إذا الأهل خاد 27 نقطة من الثلاثين نقطة هيكون بطل الدوري بس نكمل الثقة والدعم للفريق ويبقى في حالة تكاتف ما بين كل المنظومة عشان نكمل الموسم ده على خير ويبقى الأهل في الموسم ده ان شاء الله إدري حق الدوري ويسترجع اللقب المفضل ليه وينافس لسه على الكاس لأنه السنة دي محرقش سفر اليدين ولا السنة اللي فاتت خرق سفر اليدين لاهل السنة اللي فاتت آه خسر دوري وخسر كاس اللي لسه بيستكمل أو لسه خلصان من كام يوم بس فاس بدور الأبطال فاس بالسوبر الإفريقي حقق مدالية برونزية في كاس العالم الأندية فالأهل مش الفرين اللي يخرج من أي موسم سفر اليدين يوم ما الأهل بيحقق ثلاث ألقاب من خمسة بنقول لا محتاجين نعمل وفع عشان نحقق الخمسة من خمسة ده بيحصل من أول الألفية الجديدة فمحتاجين الفترة الجاية نكمل على التكاتف ده ندي دعم وثقة وأي 11 الفترة الجاية رغم الإصابات دي هنقدر إن شاء الله نكسب والروح اللي شفناه في ماتش الجونة نكمل عليها مباراة المقصة غدا على ملعب الكلية الحربية مباراة المقولينة هتبقى صعبة والمباراتين دول تحديدا قبل ختم شهر سبعة مهم جدا 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 المكسب مهم جدا قبل 31 سبعة تكون في المركز الثاني منع لأي شيء انت ما تعرفش بكرا مين هيتطلع يقول ايه او يعمل ايه انت 31 سبعة إن شاء الله تبقى في المركز الثاني و38 تبقى اول الدوري والفائس بيه بطولة الدوري المحور